اشتركوا في القناة والألعاب الرياضية ومنتسبيها على الشكل الذي يتوافق مع سياسات الهيئة العامة للرياضة من أجل مضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات في الرياضة البحرينية وقد التقى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة خلال الزيارة برئيس نادي البحرين للركبي سعادة السيد مايك كين جينجهام ورئيس نادي البديع سعادة السيد حمد سالم الدوسري وعدد من أعضاء الناديين وقال سموه نقدر الدور الكبير لنادي في دعمه للقطاع الرياضي مشهدين بجهود نادي البحرين للركبي في المشاركة الفاعلة في خدمة الرياضة البحرينية متمنيا سمو كل التوفيق والنجاح للناديين وقد اطلع سمو الشيخ خالد بن حمد خلال الزيارة على تقرير قدمه رئيس نادي البديع عن الوضع الحالي للنادي والخطط التي تسعى الإدارة لتنفيذها لتجاوز التحديات وضمان استمرار الجهود للمشاركة الفاعلة في تنمية وتطوير الرياضة كما قام سمو بجولة تفقدية في أرجاء نادي البحرين للركبي واستمع لشرح مجز من رئيس النادي حول الخطط المستقبلية والبرامج التي يسعى النادي لتنفيذها بهدف المشاركة في بناء وتقدم المنظومة الرياضية جانبهما قدم رئيس نادي البحرين للركبي ورئيس نادي البديع الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ خالد بن حمد على هذه الزيارة التي تؤكد حلص واهتمام سموه على دعم الأندية الوطنية وتحفيزها لمواصلة العمل نحو البناء والتطوير مؤكدين أن جهود سموه واضحة في تعزيز التواصل والتأكيد على دور الأندية كشريك الرئيس في العملية التنموية بهذا القطاع الحيوي إنه لشرف كبير أن نرحب اليوم بسمو الشيخ خالد بن حمد في نادي الرقبي نحن نثمن عالياً الدعم الكبير الذي تحظى به هذه الرياضة من لدن جلالة الملك المفدى ومن سمو الشيخ خالد بن حمد نأمل أن يساهم هذا الدعم الكبير لرياضة الرقبي في زيادة شعبيتها بين البحرينيين بالإضافة إلى إشراك المزيد من الناشئة في البطولات المحلية التي تقام في مملكة البحرين ومن سمو الشيخ خالد بن حمد في مملكة البحرينيين طبعاً هذه مبادرة طيبة من سمو الشيخ خالد الأندية كانت مفتقرة لهذه الزيارات خاصة من المسؤولين عن الرياضة يعطيك دافع يعطيك معنوية يوقف بصفك يعطيك الحلول لأنت تحتاجها فإحنا دورنا كمجلس إدارة نحب نشكر طويل العمر على هذه الزيارة وإن شاء الله يعني الله يقدرنا نكون عند حزنهم إن شاء الله